لا نتصور أن هناك حكومة سوف ترفض هذه المطالب البسيطة المطالب اللي هي حد أدنى من أجل تسوية قطاع شؤون دينية بقطاعات الوظيف العمومي وهذا حق قانوني يعني مكتسب بقوة القانون في حالة ما إذا في آخر المطاف نسبة قليلة جدا أنه لا يستجب لهذه المطالب عندئذ نحن سوف نضطر لأن نخوض المصار الثاني وهو مصار قوة الضغط مصار قوة الضغط سوف نسير فيه مضطرين هي مطالب وصفها جمال غول على أهام شرقاء الذي خصص للحديث عن وضعية الإمام والزيتات المقترحة وأفاق التفاوض مع وزير الشؤون الدينية للوصول إلى عارضة يصفها بالاستعجالية والبسيطة وغير المضرة بالخزينات العمومية حينت ثلاث مرات وتنتظر من بالمهدي التجاوب معها ويبتو أن وضعية الإمام في الجزائر أضحى غير طبيعية وتستطيع تحرك الجهات الوصية سيما بعد تعرض 27 مسجدا مؤخرا بالأغواط للاعتداء هناك مشوشون هناك أصحاب أجندات أجنبية هناك من لهم أغراض أخرى في هذا الظرف الحساس بالذات وهناك أسباب أخرى اجتماعية وأمنية معروفة في الجزائر كل ذلك ينبغي أن يعالج وفق تشريع قوانين مشرعة لهذا الباب وفق إجراءات أمنية مستعجلة وراضعة الإمام مصلح المجتمع خطبه وناصحه غير أنه في الجزائر لا يزال يعاني في انتظار الخلاص ورد الاعتبار اشتركوا في القناة